ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الأستاذ عبدالستار الشميري سيد عبدالستار أهلاً ومرحباً بك يبدو أن الحكومة أقرت تصنيف هذه الجماعة كجماعة إرهابية والآن تقوم بإعداد المصفوف والإجراءات برأيك كيف هي هذه الإجراءات؟ بعد التحية لك ولي المشاهدين الكرام أهلاً بك طبعاً الحكومة تحاول أن تستكمل القرار الذي قام به مجلس الدفاع الوطني رقم واحد إلى عام العشرين واثنين وعشرين وتحاول أن تفصل لوائح تنفيذية إقرائية عملياتية فيكون له مردول على الأرض لكن في اعتقادي أن هذه الإجراءات سواء ما يتعلق بها الشقة الاقتصادية أو الأمني ستبقى محدودة الأثر ذلك أن الميليشية الحوثية ليس لها امتدادات اقتصادية خارج البلد يمكن الضغط عليها كيف يمكن الضغط على هذه الجماعة إذا ما تحدثنا عن الجانب الاقتصادي طالما وأن الأمم المتحدة تسهل أو ما زلنا في هدنة وإن كانت غير معلنة ما زالت إرادات النفط الموجودة أو التي تورد إلى ميناء الحديدة تذهب إلى الميليشية ما زالت هناك الجمارك ما زالت هناك العديد من الشركات سواء الاتصاد أو غيرها كل هذه الأشياء تورد إلى جماعة الحوثي كيف يمكن حل هذه الإشكالية؟ نعم في هذه الحالة نحن نحتاج إلى إقراءات أكثر منها إقراءات إدارية صنية كما هو الحاصل أو إعداد قوائم بالأسماء المطلوبين من الرهابين الحوثيين أو تقديم هذه إلى مجالس حقوق الإنسان نحن نحتاج إلى شيء أرفع وأكبر من هذا نحتاج إلى إقراءات عملياتية نحن ميناء الحديدة مثلا حيث يكون هناك إيقاف للميناء واستبدالوا بميناء آخر فمواني نحن نمتلك مواني في اليمن كثيرة جدا ويمكن أن تقوم بالدور الإنساني منع تدفق الجانب الإنساني والاقتصادي من ميناء الحديدة هو خيار استراتيجي وليس خيار فني هو خيار في ظل أن هذه جماعة إرهابية كيف جماعة إرهابية وأنت تسلمها أهم ميناء تنعم به أولا بالنطف المكان طيب يعني ما الذي بيد الحكومة أستاذ عبدالستر حتى تقوم بهذا الإجراء كيف يمكن للحكومة أن تقوم بإيقاف هذا الميناء يعني إن لم يكن هذا الإجراء يتبعه عملية عسكرية لا لا تحتاج إلى عملية عسكرية على الإطلاق الميناء كل الإجراءات التي تتم الآن هي بموافقة الشرعية والشرعية تستطيع أن تقلص هذا السفن والتحالف العربي طبعا الشرعي ومخلف التحالف الشواطئ البحرية اليمنية امتداد البحر الأحمر البحر الأحمر بشكل كامل وهو امتداد ساحلي يبلغ أقل من 3000 كيلو مرتبط تماما بالتحالف العربي الملكة العربية السعودية واليمن ودول أخرى لا تستطيع إيران أن تعبث لأنها ليست ضمن المنطقة النظامية الأمنية للبحر إيران موجودة ضمن المنطقة النظامية للبحر العربي كونها موجودة هناك طيب أستاذ عبدالستار يعني إن فرضنا قامت الحكومة بمثل هذا الإجراء ألا ترى بأنه سيتبعه عملية عسكرية لا محالة؟ وإن كان كذلك هل الحكومة برأيك مستعدة وجاهزة إلى هذا الخيار؟ المشكلة أن العملية العسكرية قائمة الحوتيون يضربون الموانئة اليمنية ويضربون مارب وتعزوا منها الضبة ومنها قنة لكنها من طرف واحد الشرعية لا ترد ولا تقوم بأي دور فأنت لا ينبغي أن لا تظل طلطة ليج نهار دون أن يكون هناك أي رد ينبغي أن يكون هناك على الأقل إذا كنت لن ترد عسكريا فهناك إجراءات اقتصادية يعني مثلا تنشيط ميناء المخل قاهز الآن لاستقبال معظم الدعم الإنساني وغير الإنساني بعد ذلك أكبر الحوتي على فتح طرق لتلقي هذا الدعم من طرق تعز أو من طرق الضالع أو من غيرها هناك إجراءات عملياتية تحتاج إلى إرادة وهمة وقية طيب على عجالة لأني لا أمتلك الوقت الكافي أستاذ عبدالستار يبدو أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات سيأخذ وقت وكذلك إن اتخذت مثل هذه القرارات وهذه الإجراءات ستأخذ وقت أيضا لحل الإشكالية بشكل عام خصوصا أننا نرى تحركات عمانية أو تحركات دولية للمقاربة بين الأطراف إلى أي مدى هذه الإجراءات تبعد السلام عن اليمن ليس هناك في هامش الطاولات الآن حديث عن سلام إطلاقا ما يدور الآن هو حديث عن أشياء جزئية عن عدن موضوع السلام انتهى من دون فجرة جونكيري في فترة سنوات موضوع الحل العسكري أيضا اختفى الحديث الأممي الآن يتحدث عن مقدمات بعيدة عن السلام وهي هدنة أو نجاح في تمرير تدفق الطاقة ولذلك حتى تعود إلى مربع السلام وحتى يكون هناك تواجن ضاغم لا بد أن تذهب إلى مثل هذه الإجراءات لذكرتها إذا أردنا السلام ينبغيها الحكومة أن تتخذ مثل هذه الإجراءات لأنها ستدفع الحوثي وإيران إلى التقارب لكن عندما يشعر الطرف الآخر أنه في فسحة وأنه ينفذ ما يريد سواء عن مقالة اقتصادية أو العسكري دون أي ردود لن يبحث على سلام لأنه في فسعة من أمره سيذهب إلى خيارات أعلى لكي يثبت هذه الدولة على أرض الواقع لأسيما وكل الضروب متهيئة لذلك نعم أشكرك جزيزي شكر سيد عبد الستر شبير كنت معي عبر الهاتف